موسيقى أسعى الله وقاتكم مشاهدي المحترمين في كل مكان أهلا بكم إلى جولة الصحافة وإطلال على أبرز العنوين والمواضيع التي تصدر الصحافة العربية والبريطانية الصادرة في لندن وفي العالم العرب بداية كالعادة أرحب بضيفي الأستاذ إبراهيم درويش الكاتب والصحفي وكذلك الأستاذ محمد عايش الصحفي والمحلل السياسي في مرحبا أهلا وسهلا بكم ونبدأ مشاهديا بعنوين الصحافة العربية نبدأ من الأراضي الفلسطينية وهناك عنونة جريدة فلسطين الصادرة في غزة وقالت عبدربو يقول أن السلطة على استعداد للاعتراف بيهودية إسرائيل مقابل الحدود ومطالبات ودعوات واسعة لإقالته ومحاسبته أما في الحياء الجديدة الصادرة في رمالله فجاء عنوانها رئيس بلدية الاحتلال في القدس يطلق المشروع التدميري لحي البستان وفي الأردن كتبت جريدة الدستور الأردنية مطالبات فلسطينية بمحاكمة عبدربو لإعلانه استعداد السلطة الاعتراف بيهودية إسرائيل أما في لبنان وجريدة النهار اللبنانية فقالت نجاد في خطابين بين بعبد الدولة والضاحية الحاشدة لبنان غير المعادلات وجبهة المقاومة وجبهة مقاومة الشعوب تشكلت هذا في الصحافة اللبنانية أما في اليمن فجريت الثورة هناك عنوانة الرئيس علي عبدالله صالح يؤكد أن نتائج القمتين العربية الاستنائية والعربية الأفريقية مثمرة وفتحت آفاقا جديدة أمام العمل العربي المشترك وإلى مصر ونقرأ في مصر في جريدة الوفد المصرية واشنطن تدرب مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات في أي مكان في العالم هذا في الصحافة المصرية أما الصحافة الخارجية مشاهدي الكرام فعنونت صحيفة الاتحاد الإماراتية وقالت محمد بن راشد يؤكد أن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التنموية يسير قدما بعزيمة وإصرار إلى السياسة الكويتية ونقرأ فيها الكويت تأسف والسعودية ترفض منظومة العمل العربي المشترك طبعا إصلاحات الجامعة العربية الجديدة وآخيرا كتبت الشرق القطرية عنوان اقتصادي وقالت شركة الديار العقارية تطلق أول مشروعاتها في تونس بمنتجع سياحي تبلغ تكلفته 80 مليون دولار أمريكي طبعا أهلا بكم هذه أهم العنوين في الصحافة العربية جد الترحيب بضيفي سيد إبراهيم درويش والأستاذ محمد عايش نبدأ سيد إبراهيم من عندك هذه أهم الصحافة العربية اليوم ما الذي استوقف الصحافة البريطانية الصادرة في لندن بشكل عام ما هي الموضيع التي طغت على صحافة اليوم الخبر الرئيسي طبعا في كل الصحافة الإنجليزية الشعبية وغير الشعبية كان إنقاض عمل المناجم في سان خوزي في أتكاما في تشيلي ويعني التركيز كمعظم الصحف خصصت محاور تقريبا أربع إلى خمس صفحات للحديث عن كيفية إخراج الثلاثة ثلاثة عامل المنجم في تشيلي الذين علقوا في المنجم منذ سبعين يوم تقريبا وتفاصيل الكابسولة وكيفية إحضارها وإضافة لتقارير التفصيلية والسردية حول ما حدث وعملية إنقاض وفرحة الأهالي والعنوين المثيرة والصور المثيرة للعملية خاصة معظم الصحف البريطانية خاصة صحف الرصينة افتتاحيات رئيسية تحدثت عن الأسئلة لما بعد عملية إنقاض وطرحت أسئلة حول الثمن الإنساني الفادح الذي يتعبه عمال المناجم وهذه قصة مخفية للناس يعملونها في مناجم في ظروف صعبة مثلا في القاردين تحدثت عن أنه في القاردين سبراهيم تقول مصير التنجيم تتحدث عن مصير التنجيم كيف تناولت هذا الموضوع وشأن الإنساني طبعا طبعا القاردين تحدثت تحول الموضوع من ناحية أنه هناك أسئلة صعبة يمكن ترحل حول ما سيحدث للذين ونقذوا فيما بعد كيفية عادة تأهيلهم للحياة وكيفية يعني لأنهم معظم من أخرجوا لا يستطيعون النوم بسبب الفرحة فهنا كيفية علاجهم وكيفية عادتهم للحياة الطبيعية هذه مسألة يجب أن يأخذها لصلاة التبعين الاعتبار المسألة الأخرى هي كيفية نظر إلى عملية التنجيم لأن مثلا الناتج القومي للشيلي حوالي 40% يعتمد على المناجم وهناك أيضا ركزت على عمل الصيني أن الصينيين أيضا داخلهم في اللعبة وهناك مثلا الاندباندان طرحت فكرة أن المشكلة للشيلي والتنجيم ليس فقط في الشيلي إنما هي في عمال المناجم في الصين فهنا هذه الأسئلة الصعبة يجب أن تواصلها مثلا في الشيلي هناك 900 منجم لها 3 مثلا مفتشين هل الدولة الآن ستنظر إليهم بعين الاتبار وتحاول أن تحل مشاكلهم وتحسن حالتهم وأيضا من الأسئلة التي طرحت هل كانت الدولة ستتحرك برئيسها وبكل جيش بهذه الطريقة لو كان عمال المناجم نعم وعلى ذكر رئيسها كان أحد القصص الطريفة نقلتها وكالة الأنباء أنه كان أحد العمال يتمنى ويحلم بأن يرى رئيس الدولة فهذه المحنة حققت له هذه الأمنيا وجاء الرئيس وكان أول مستقبلين له والمهنئين رئيس وجوده في العملية كان مدفوع لأن شعبيته قليلة والدولة عنات من زلزال كبير في الفترة الماضية وكان امتحان للحكومة السياسية وشعبية الرئيس فالرئيس كان يجب أن يكون مدفوع لهذا كان الرئيس سيسافر للخارج وغير خطط سفرين ننتقل للصحافة العربية بس قبل أن ننتقل للصحافة العربية محمد عايش هو الآن وجود الرئيس تشيلي واستقباله للعمال دعنا نقارن بين هذا الموقف في تشيلي وبين الموقف إذا كان عمال عرب وموجودين هل سيكون الرئيس العربي في استقبال هؤلاء الناجين إذا أردنا أن نسأل سؤالا فنقول كيف ستتعامل دولة عربية لو كان ثلاث ألاف عامل وليس ثلاثين عامل المحاصرين تحت الأرض أو محاصرين في ظروف غامضة أو في ظروف صعبة أو يعانوا من إشكالات كيف كانت ستتصرف أنا أسأل إذا كان في مصر وفي مصر ملايين العمال موزعين في أنحاء العالم ويعاملون بأقسى المعاملة هل تتابع شؤونهم الدولة وهذا ثار أكثر من مرة في أن دول خليجية ودول عربية ودول أجنبية تسيء المعاملة للعمال العرب أو المصريين تحديدا ومؤخرا كان الحديث يدور عن إساءة معاملة العمال حتى في السفارات الأجنبية داخل مصر قبل أن يصلوا أصلا أو قبل أن يغادروا بلدانهم يساء معاملتهم فماذا فعلت الحكومات العربية لعمالهم نعمل المقاربة والمقاربة لغادرة لكل الدول العربية لن نخصص دولة على دولة والشيء الاستثنائي في حادثة سان خزي وأتك أما أن الأمر تحول إلى حدث عالمي وعملية إنقاذ عملية نوعية وتحول حدث عالمي نتيجة الاهتمام المعالي رئيس الدولة نفسي رئيس بوليفيا سافر إلى تشيني بشكل خاص لمتابعة عملية إنقاذ مواطن بوليفيا لكن حدث عملية إنقاذ هذه عملية غير مسبوكة في التاريخ في تاريخ المناجم وطريقة إنقاذهم لأن من حضروا وصلوا إلى العمال المناجم وعملوا اتصال معهم هم خبراء أمريكيين جلبوهم من أفغانستان والمهندسين المهندسين تشيلين هم المدينة صمو هنا تحول إلى حدث عالمي وتحول إلى حدث عالمي نتيجة الجهود الجبارة والاستثنائية التي بذلتها هذه الدولة الفقيرة في أمريكا التي لها إنقاذ 33 ليست فقيرة يعني على الأقل أقصد ليست مثل مثلا دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا المعروف أنها ترعى واطنيها بشكل استثنائي هذه اقتصاديات نائمية مثلا والجارديان تشير إلى هذا الموضوع يجب أن يلتفت إلى اقتصادات أمريكا اللاتينية هذا اقتصاد نائمي واقتصاده يساوي اقتصاد الهند طيب سيد إبراهيم هو يبدو أن الموضوع كما هو هيمن نقطة مهمة كما هيمن على الصحافة البرطانية هيمن على نقاشنا أيضا نقطة مهمة نقطة مهمة في الموضوع أن الحدث تشيلي تدخلت فيه عالم الدين والسياسة والإعلام هذه الثلاثة عامل أدت إلى هذا حدث تشيلي طيب وحدث في الصحافة العربية حدث زيارة الرئيس الإيراني أحمد النجاد محمد كان استقبال الجمهيري لأحمد النجاد وحدثه تقاطعت فيه أكثر من وجهة نظر وأكثر من تعليق وأكثر من ترحيب بين مرحب وبين رافض فبداية في الصحافة العربية الصدرة في لندن كان هذا خبر يعني أساسي يعني ما زالت نعم الصحافة العربية تنشغل لليوم الثاني على التوالي بموضوع زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمد النجاد إلى لبنان وهي زيارة تاريخية بكل المقاييس هي أول زيارة يقوم فيها نجاد إلى لبنان وأيضا هناك حساسية بالغة لهذه الزيارة كون إيران يعني هي الراعي والداعم لحزب الله اللبناني وما أثير حول ذلك أيضا تأتي بعد أربع سنوات من الحرب الإسرائيلية المدمرة التي شهدها لبنان والتي انتهت يعني على الأقل يعني لا نريد أن نبالغ ونقول انتصار حزب الله لكنها انتهت على الأقل بفشل إسرائيل في تحقيق ما تريد أن تحققه في لبنان تأتي هذه الزيارة أيضا في ظل خلافات داخل لبنان ويعني غلبت أو رجحان كفت حزب الله في الداخل اللبناني بعد انكشاف قضية شهود الزور داخل لبنان في ظل كل هذه المعطيات يأتي الرئيس الإيراني محمود أحمدينجاد ليسافر إلى جنوب لبنان اليوم وسيزور مدينة بنت جبيل وسيزور أيضا مدينة مارون الراس وهي أكثر مدينة أو المدينة التي شهدت أعنف المواجهات أو المعارف في العام 2006 ويقال أيضا بأنه سيزور بوابة فاطمة وسيلقي من هناك حجرا باتجاه الأراضي الفلسطينية حيث الاحتلال الإسرائيلي وهذا ما اعتبرته إسرائيل زيارة استفزازية على الحدود ويوتر الآن هو شعبي يعني موجود بس لماذا نذكره طيب محمد القدس العربي كان يوم عنوان حول موضوع آخر السهوة القدس العربي وهو تصريحات ياسر عبدربو المتعلقة باعتراف بيهودية إسرائيل لأن تحدث عن الـ تناولة موضوع أحمد وزيارته لكن مهم في زيارة في تغطية الصحافة البريطانية خاصة التايم والـ أنها ركزت على فهنا مثلا القارديان عندها تصريح خاص من وزير الدفاع اللبناني ياسر مور يقول أن فيها واثناء زيارة الرئيس نجال لم يتم مناقش أي عرض قد قدمت به إيران لتسلح الجيش اللبناني تعرف أنه بعد حدث العديسة في أوغست وطعليق المساعدة الأمريكية للجيش اللبناني إيران عرضت أن تقدم وتسلح الجيش اللبناني هنا لياسر مور يؤكد على هذا الموضوع والجانب الآخر الذي تركز علي القارديان تقول أنه تصريح ميشيل سليم الرئيس اللبناني وليسر مور على أن حق لبنان إيران في امتلاك السلاح النهو السلمي ستعطي الصقور في الكونغرس الأمريكي مبرر لكي يدفعوا بتتعليق المساعدة الأمريكية للبنان أو التسعة الجيش فيما يتعلق في المساعدات النجاة سيوقع اتفاقا مع الحكومة اللبنانية ستمنح بموجبه إيران إلى لبنان قروضا ميسرة وطويلة الأجل تمويل العسكرية تمويل الجيش اللبناني بالفعل لتمويل كل المشاريع اللبنانية إضافة إلى هناك تمويلات خاصة لمشاريع تتعلق في البنية التحتية في الكهرباء والمياه ويبقى القرار داخلي الحكومة اللبنانية توافق على أن إيران تدعمها أو الولايات المتحدة تدعمها هذا قرار داخلي لبناني لكن كون إلياس المر يركز على هذا الموضوع التأكيد على أن القروض في قضايا مائية وقضايا بنية تحتية بشاريع بنية تحتية مدنية لا علاقة لها بالأسر نعود إلى الغضب الشعبي التي تعلق بتصريحات ياسر عبدالربو في الموضوع الفلسطيني تحدثنا طويل عن الموضوع اللبناني نعم أثارت تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدالربو قال بأن السلطة أو المنظمة مستعدة للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وهو ما يعني إعدام هوية مليون ونصف المليون فلسطينية يعيشون داخل الأراضي المحتلة عام 48 وهذا مؤثار غضب هذه هي المرة الأولى التي يعني يتجرأ فيها مسؤول فلسطيني ويعني يطرح هذا العرض السخي على الإسرائيليين بأن نمستعدون للاعتراف بيهودية إسرائيل في مقابل أن تعطونا الحدود أو في مقابل أن تعطونا كما قال خارطة واضحة لإسرائيل وعلى أساسها يعني نرسم خارطتنا للدولة الفلسطينية المقبلة هذه التصريحات أثارت فعلا غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وجريدة القدس العربي تنقل عن العديد من الشخصيات الفلسطينية قولها أو دعوتها إلى إقالة ياسر عبد الربو من منصبه وقولها بأن هذه التصريحات لا تمثل الشارع الفلسطيني ولا تمثل حتى القيادة الفلسطينية ولا تمثل حتى القيادة لشقيها لا في حركة فتح ولا في حركة حماس نقلت عنه أيضا بعض وسائل إعلام تراجع عن هذه التصريحات وأنه لم يكن يشر بأن القيادة الفلسطينية مستعدة للاعتراض بيهودية إسرائيل بينما رأى أشخاص آخرون أو مراقبين بأن هذه بلونة اختبار الإسرائيليين أو المعلق الإسرائيلي هو كان يصرح أصلا للإذاعة الإسرائيلية والمراسل للإذاعة الإسرائيلية علق على تصريحات عبد الربو بقوله أن هذه قنبلة تكتيكية أو هي بلونة اختبار يريد أن يحرج به حكومة بن يامين نتنياهو وأن يثبت بأن هذه الحكومة لا تريد السلام ولا تريد أن تتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين لكن هو لا أظن أنه نفى هو قال بأننا مستعدون للاعتراف ليس فقط بإسرائيل يهودية إن شاء الله إسرائيل دولة للشعب الصيني سنعترف بها فقط أعطونا حدود واضحة وخارطة واضحة لإسرائيل تصريحاته بتثير جدل وأكثر من وجهات نظر مختلفة إسرائيل تسميها نفسها ما تشاء يهودية أو غير يهودية نعم قد يكون هذه المرة الأولى التي يكون بهذه الصراحة يبدي مسؤول فلسطيني الاستعداد بأن يمنح الإسرائيليين ما يطلبونه وخاصة أن هذا يأتي بعد تعنت إسرائيلي يعني يأتي بعد رفض وتعثر المفاوضات طيب سيد إبراهيم درويش في خبر لافت أيضا معرض هو الأول من نوعه واللافت في أن هو يجري في ألمانيا وهناك طبعا تهمة السامية الجاهزة لكل من يعتدي أو يتحدث عن اليهود هناك فيه معرض لهتلر وهو الأول يعني منذ الحرب العالمية الثانية هل بقت ألمانيا تتحرر من عقدة المعادات السامية هناك ومعروف هتلر يعني موقفه من اليهود نعم وطبعا ليس يعني تحرر من الماضي إنما هي محاولة من ألمانيا للنظر في وجه الشيطان لأول مرة في تاريخه منذ الحرب العالمية الثانية ومعرض طبعا تجنبت فيه المسؤولين عن إنجازه ويتضمن لوحات زيتية رسمها هتلر كان رسام هاوي في حياته قبل أن يدخل السياسة ويصعد في سلك الحزب النازي ومعظم المقتنائيات المعرض جاءت من أمريكا وهي تتحول تجتمل على صور برونزية تماثيل برونزية من رسم يعني هتلر ورسومات لهتلر والشيء المهم أن أمريكا الألمانيا أو المنظمون المعرض يعني تجنبوا استخدام هتلر معرض حتى أنه يعيد أمجاد هتلر أو الفهرر إلى أنذهل الألمان لكنهم أطلقوا عليه هتلر والألمان أو تاريخ الألمان أو ما نسموه متى هتلر والألمان المجتمع والعنف ويقول أنه لتجنب تمجيد الهتلر يقول المشرف على المعرض أنهم لم يقدموا أي صور أو خطابات أو أي شيء إنما يتعلق بهتلر أو يوحي أن هذا المعرض تمجيد للفهرر طبعا لافت في الانتباه أن المعرض وعرضه في ألمانيا تساوق مع الدراسة المسيحية وإستطلاع أجراته مؤسسة استطلاعية قالت أن نسبة واحد من عشرة من ألمان يريدون حكما قويا مثل الفهرر وأن نسبة 35% من الألمان يقيرون أن ألمانيا والهوية الألمانية تعطاعد لتهديد وأنه لافت كذلك أنه هذا الزعيم الألماني القوي أو اللقاسي أنك تجد عنده هذه اللمسة أو أنه فنان وراسم ورسام بالزيت فهذه لمسة إنسانية تكون موجودة لكن حقيقة صعب أن تكون موجودة مع شخصية معروفة معظم الدكتورين يحبون الفن وراسم الرواية دائما مرتبطين بالأدب فليس شيء استثنائي بالنسبة للفهرر أو محمد عايش الشرق الأوسط ما زالت تتابع الجدل حول إصلاح الجامعة العربية السعودية تحفظت والكويت أسفت كما جاء أيضا في عنوين نستعرض ما حقيقة الأسف السعودي على مشروع الإصلاح هذا يعني صحيفة الشرق الأوسط هي التي كانت قد انفردت بنشر يعني ما أشيع أو تفاصيل الخلافات التي حدثت داخل قمة سيرت وداخل الجلسة المغلقة لقمة سيرت وكان الحديث يدور عن أن هناك سبع دول عربية رفضت يعني قرار إصلاح الجامعة العربية أو إصلاح العمل العربي المشترك منظومة العمل العربي المشترك التي تم إقرارها في قمة سيرت الصحيفة تواصل نشر مزيد من التفاصيل حول ذلك والواضح أن التفاصيل أو يعني من يقود المعارضة على هذه الوثيقة هي السعودية وهذا سر متابعة جريدة الشرق الأوسط لهذه المعارضة تقول جريدة الشرق الأوسط أنها حصلت على المذكرة التي أرسلت بها المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية داخل الجامعة العربية والتي أرسلت بها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية وتقول على أي أساس اتخذتم هذا القرار إذا كنا نعارض هذا القرار ومعنا مجموعة من الدول العربية تعارض هذا القرار وإضا نحن لم ولن نلتزم بمضمون هذا القرار وهو منظومة العمل العربي المشترك المهم في الموضوع أن لا الصحيفة ولا الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة توضح ما هي التحفظات لدى المملكة العربية السعودية نعم على هذا القرار الذي تخذ في قمة سيرت وبطبيعة الحال ما دام التحفظ عليه من قبل سبع دول عربية فقط فهذا يعني أن أغلبية الدول العربية وافقت على هذا القرار وليس فقط ليبيا أو فقط الأمانة العامة الجامعة العربية أيضا صحيفة الشرق الأوسط تجري مقابلة مع الأمين العامة الجامعة الدول العربية عمر موسى يعترف فيها بتحفظات السعودية ويقول أنه بالفعل كان هناك تحفظات لكن لا يشرح أيضا أو لا يشف ما هي هذه التحفظات دعنا عفوا أن محمد وستاذ إبراهيم توقف عند الرسوم الكاركاتورية اليوم التي جاءت في الصحافة مشاهدي كرام وقفة عند الكاركاتور الذي جاء في صحافة اليوم نعود للتعليق عليه موسيقى أهلا بكم مشاهدي كرام زيارة نجاد إلى بيروت وإلى لبنان أثارت أيضا رسمي الكاركاتير كما أثارت عنوين الصحافة العربية والبريطانية محمد عندك تعليق على الكاركاتير والله أنا رسم رائع رسمه ورسم الكاركاتير في جريدة العرب اليوم الأردنية يصور يربط بين ما يحدث في تشيلي وبين واقع الشعب الفلسطيني يصور هذا العجوز الكهل الملقى في الأسفل يمثل الشعب الفلسطيني ويكتب في الأعلى كابسولة الإنقاذ أما ما هي كابسولة الإنقاذ يلقي العرب لدينا منذ العام 48 يلقون علينا بوعود الصمود الصبر القدس لنا فقط شعارات أنه عليكم تصبروا يا فلسطينيين عليكم بس تصمدوا على أرضكم لكن ما حدا أعطانا وسائل للصمود ما حدا أعطى للشعب الفلسطيني أي طريقة ممكن طب كيف نصمد؟ يعني بتطالبونا لكم 62 سنة أنه نصمد بس ما حدا حكى لنا في 62 سنة كيف نصمد يعني ما حدا قدم نوع من أنواع الدعم للشعب الفلسطيني في خلالها 62 سنة فقط المطلوب مننا أن نصمد وأن نصبر وأن القدس لنا نرفع شعارات أن القدس لنا لكن لم يطلق رصاصة واحدة من أجل القدس ولم يفعل شيء واحد من أجل القدس التي تلتهم نعم سيد إبراهيم درويش ملادي استوقفك يعني الكاركاتير جميل ويعني في رمزي بذكر باللحية تولوسوية الكاتب الروسي وثمانية وعربين يعني تاريخ ثمانية وعربين أن الفلسطينيين ينتظرون نفس الكاركاتير الأول طبعا محمد لكن لا أعلق عن نفس الكاركاتير لكن لفت انتباهي نجاد وزيارة إيران طبعا البساط الأحمر المفروش له وبنفسه البساط الأحمر بدلا أن يفرش للبنانيين له هو يعبد الطريق لنفسه وأن إيران تلعب دور مهم يعني في لبنان يعني أعتقد هذا الطريق من طهران إلى إيران أصبح معبدا ويفتتح نجاد بنفسه هو إشارة لأنه هو نفسه يعني الكاتب يريد أن يشير نجاد نفسه هو عنده طريقه الخاص في لبنان وهو يفرش بنفسه وليس محتاجا أنه حد يفرش لهذا الطريق طيب طيب في قصة كمان يعني في الاندبندنت أستاذ إبراهيم تتحدث عن موت خادمة هندية في عمان وفيها بعض التفاصيل المثيرة يعني لو تضعنا في صورتها طبعا الاندبندنت واستخدمت القصة أنه خادمة عمانية كانت هندية انتهت أو ألغيت تأشية عملها في عمان بسبب أنها مرضة نفسيا وفي أثناء سفرها من مسقط إلى الدوحة ضع جواز سفرها طبعا سلطات القطرية أرجعتها إلى مسقط وبقيت في الترانزيت لأنها ليس عندها تشيرة ولا يس عندها جواز سفر فتم الاتصال بالقنصلية الهندية الآن في حرب كلمات بين السلطات الهندية التي أرسلت وفريق للتحقيق في وفاتها لأن توفيت في أثناء وجودها في مطار مسقط الدولي لم يكشف عن الأسباب يقال أنها ماتت بسبب سكتة قلبية وطبعا المنظمة حق الإنسان أخذت القصة على أساس فتح لفت الأنظار إلى ما يعترضه العمالة الأجنبية في الخليج طيب نعم ونختم أستاذ محمد في خبر حول النايلسات والنورسات وأن هناك تنسيق بين قمر النايلسات والنورسات كان زمان القنوات التي تطرد من النايلسات تذهب إلى النورسات وتجد متنفسا في حال منعتها مثلا مصر من الإطلال من خلال النايلسات اليوم في تنسيق بين نورسات ونايلسات نعم هذا التنسيق هو خطورة الخبر أو هذا هو أهمية هذا الخبر الخبر يتحدث في جريدة القدس العربي عن توقيع ونقلته وكانت أنباء الشرق الأوسط في الحقيقة يتحدث عن توقيع اتفاقي التفاهم بين قمر إدارة نايلسات ونورسات والمهم في الأمر أن نورسات يبث على نفس المدار الذي يبث عليه نايلسات بمعنى أن القنوات الفضائية التي كانت تحرم من البث على نايلسات بأمر من الحكومة المصرية نايلسات مملوك للحكومة المصرية كانت تهرب إلى قمر نورسات المدار من قبل شركة بحرينية والذي يبث من عدة دول من بينها البحرين ومن بينها أثينة ومناطق مختلفة الآن بعد توقيع هذا الاتفاق الذي جاء بمبادرة من وزير الإعلام المصري سوف لن يكون بمقدور القنوات أن تنتقل من هنا إلى هنا وهذه قيود جديدة على الإعلام سيد محمد العايش الصحفي والمحل أشكرك والأستاذ إبراهيم درويش الكاتب والصحفي وأنتم مشاهدين الكرام إلى هنا نصل الختام جولة الصحافة نلتقي في جولة جديدة في الغد بإذن الله تحياتي والفرق العامل دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر